السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم في البداية شكرا لكم وشكرا لوفائكم وشكرا لدعمكم للقناة طيلة 12 سنة شكرا لكم وجزاكم الله خيرا وسوف نستمر دائما على المنوال الذي عهدناه وعملنا من أجله منذ 12 سنة هو نشر الفيديوات الصادقة الأخبار الصادقة والمعلومات الصادقة التي تستفيدون منها والتي دائما تكون من مصادر موتوقة شكرا لكم وبارك الله فيكم سنبدأ أصدقائي سلسلة جديدة سنة 2023 بإذن الله كما وعدتكم من أجل أن تكسبوا مهارات جديدة أن تكسبوا تقافة عامة جديدة وتكسبوا معلومات جديدة حول الاستثمار في ألمانيا لأنه أتمنى من كل قلبي أن عدد كبير من الناس بجانب العمل وبجانب الشغل أو بجانب الأوسبلدونج أو بجانب الدراسة أن تبدأوا أيضا بالبدء بتعلم بعض الأمور الخاصة بالاستثمار بالبورصة الاستثمار بالعمولات الرقمية الاستثمار بمجال الإنترنت الاستثمار بمجال يوتيوب فيسبوك إنستجرام تيليجرام الاستثمار بمجال التعليم الاستثمار بمجال البرمجة عمل موقع لكم عمل شركة خاصة صغيرة بكم المهم كي تزيدوا شيئا ما أيضا من مداخلكم وتزيدوا أيضا من أرباحكم أصدقائي وإذا أنتم ليست عندكم الرغبة بهذا المجال يمكن أيضا أن تستفيدوا كتقافة عامة وتقدموها إلى أبنائكم أو تقدموها مثلا إلى أهاليكم أو أصدقائكم نريد أصدقائي كما عهدنا في هذه القناة ولله الحمد منذ 12 سنة ونحن مع بعض كانت هذه القناة ولله الحمد هي أول قناة ناطقة بالعربية في ألمانيا أول قناة ولله الحمد أعطت دروس تعلم اللغة الألمانية في ألمانيا أول قناة ولله الحمد أعطت معلومات عن القوانين عن الحياة عن العمل عن كده 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 في ألمانيا أول قناة عملت أخبار في ألمانيا وأوروبا ولله الحمد سنكون بإذن الله أول قناة ستبدأ بمجال الاستثمار ومجال أيضا الربح من الإنترنت وفتح مشروع وكل شيء بطرق قانونية الطرق التي يسمح بها النظام الألماني والقانون الألماني لكن ما يهمني أن تستفيدوا وتفيدوا وتتعلموا أشياء جديدة بإذن الله فمرحبا بكم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس كي يصلكم دائما الجديد بإذن الله أعيدكم بفيديوات متنوعة كل أسبوع فيديو جديد سيزيدكم للأمام بإذن الله فيديو هذا اليوم أو درس هذا اليوم سيكون درسا شاملا عن الاستثمار في البورصة لسكان ألمانيا جميع فيديواتي وجميع دروسي ستجدونها بقناتي باليوتيوب مجانا اسم قناتي مارو فيلتشاو مارو فيلتشاو أو اكتبوا مارو بالعربية وستجدون قناتي ودروسي أصدقائي مجانا إذا كنتم تشاهدونني بالفيسبوك دروسي وفيديواتي مجانا بالفيسبوك على صفحتي بالفيسبوك مارو فيلت مارو فيلت تجدونها هنا وتجدون دائما الرابط الرسمي لقناتي هنا وإذا بالتيك توك سأضع لكم أيضا أسفل الفيديو أين يوجد رابط صفحتي بالتيك توك الرئيسية وأيضا بالإنستجرام رابط صفحتي بالإنستجرام الرسمي جميع فيديواتي جميع دروسي مجانية وللعموم من أجل الاستفادة الاستثمار في البورصة لا يخلو من المخاطر وأيضا من الفرص ضروري متابعة هذا الفيديو للأخير كي تكسبوا تقافة عامة ولا تتصرعوا أيضا بالاستثمار أعد لكم فيديوات كثيرة إن شاء الله وحاولوا أنتم أيضا من جانبكم أن تبحثوا في هذا المجال هذا الدرس ليس استشارة مالي هو درس يتكلم عن البورصة وعن فوائدها ومخاطرها على أموالكم إذا رغبتم باستشارة مالية اذهبوا عند مستشار مالي معترف به في ألمانيا وعندوا ترخيص في ألمانيا بمجال الاستثمار أو تذهبوا إلى البنك الخاص بكم وتحصلون على استشارة مالية أصدقائي هذا فقط درس تقافة عامة ومعلومات إلى آخر يعني درس تطبيقي بعد ذلك ستأتي دروس نظرية لكن هذا فقط درس اعرفوا بأن البورصة يمكن الواحد أن يخسر منها أو الاستثمار أن يخسر فيه أموال كثيرة ممكن الواحد إذا تعلم كثيرا أن يكسب منها أموال كثيرة فلذلك انتبهوا أيضا الآن سوف نتكلم على أنواع الاستثمار في البورصة بألمانيا أو بالعالم هناك النوع الأول وهو النوع المشهور جدا وهو شراء ساهم لشركة الساهم باللغة الألمانية هو أكتسيين والأسهم هو أكتسيين لمن يعيش في ألمانيا ويرغب بالبحث حول هذا المجال المهم شراء ساهم في شال لشركة يجعلكم شركاء بتلك الشركة وإذا أصبحت شريكا في شركة معينة فأنتم تشاركون بأرباح الشركة حسب قيمة الساهم وتشاركون أيضا بالخسار لذلك ابحثوا فقط على الشركات التي تعمل بمجال أنتم تفهمون منه لا تستطمروا بالشركات التي أنتم لا تفهمون في المجال مثلا إذا أحد مثلا يفهم بمجال السيارات مجال التكنولوجيا مجال التجميل مجال الموضة مجال السياحة المجال الطبي المجال الطاقة المتجددة المجال البتروكيماوي إلى آخره يستطمروا في المجالات التي تفهمون فيها وأيضا نوعوا شيئا ما من الأسهم والاستثمار بالشركة أنا شخصيا لأن هذا استثمار عندما تشترون سهما فأنتم تكونون شركاء بتلك الشركة وتصبحون جزءا من تقافة تلك الشركة وجزءا من تلك الشركة نصيح مني لكم استطمروا فقط بالمجالات التي إذا ربحتم يكون أيضا مالكم حسب ما تعلمنا وحسب ديننا يكون حلل يعني بتعدوا عن مثلا الشركات التي تعمل بالمجال الربوي وبتعدوا عن الشركات التي مثلا بموجال الخمور أو مجال الأسلحة والحروب هذه الأنواع الشركات يعني أنا أنتم تختارون كل واحد وجينه وكل واحد وكذا فأنتم تختارون أنا فقط لمن يرغب بالاستثمار ويبتعد على بعض المجالات فبتعدوا على هذه المجالات لأنكم تصبحون جزءا من تلك الشركة أصدقائي هناك شركات متنوعة شركات صناعية شركات التكنولوجيا شركات الطاقة شركات سياحية إلى آخر يعني مجال الاستثمار مجال كبير جدا الآن لنتعرف على بعض الشركات التي توجد بالبورصة والتي يمكن الاستثمار فيها كما تلاحظون الآن سوف نتعرف على الدكس ما هو الدكس؟ كل دولة عندها بورصة خاصة بها مثلا إذا ألمانيا عندها بورصة فرنسا عندها بورصة أمريكا عندها بورصة مثلا السعودية عندها بورصة تركيا عندها بورصة اليابان عندها بورصة السويد عندها بريطانيا إلى آخر المغرب إلى آخر يعني كل دولة عندها بورصة خاصة بها وهذه البورصة هي تتنوع إلى أقسم نتكلم الآن على البورصة الألمانية البورصة الألمانية وقسم الصفوة لأن البورصة عملة مثل كرة القدم دوري درجة أولى دوري درجة ثانية دوري درجة ثالثة إلى آخره الدوري درجة الأولى في ألمانيا يوجد في فرانكفورت هي بورصة فرانكفورت التي تسمى داكس وتوجد أيضا بورصات متعددة في مدن متعددة في مونشن توجد بورصة في شتوتغارت بورصة إلى آخره يعني بيرلين بورصة كل مدينة فيها بورصة لكن الدوري الأول والقمة هي في فرانكفورت وفرانكفورت توجد فيه 40 شركة هذه 40 شركة تعد من أكبر الشركات أصدقائي التي استطاعت أن تصل إلى بورصة فرانكفورت والشركات التي تعمل خسائر تخرج من بورصة فرانكفورت وتذهب إلى البورصة الدوري الثاني وتطلع شركات جديدة وعيدة المهم برصة فرانكفورت فيه فقط الشركات الألمانية لأنه برصات الدول توجد فيها فقط شركات الدول مثلا برصة فرانكفورت ستجدون شركة أديداس ستجدون شركة إيرباس ستجدون أليانس بايا بيم في أيضا بونوك ميرتسيديس فاو في اس ابي زيمينس تسالاندو إلى آخر يعني هذه هي برصة فرانكفورت فيها تقريبا 40 شركة من أكبر الشركات الألمانية فقط لكن عندما يستطمر الناس يستطمرون أيضا بشركات أمريكية هناك من يستطمر بشركات مثلا سويدية من يستطمر بشركات سعودية من يستطمر بشركات مغربية من يستطمر مثلا بشركات يابانية أسترالية صينية توركية السوق كبير والسوق متنوع فننظر الآن إلى بعض الشركات التي توجد بالسوق العالمية خصوصا الشركات التي توجد بالسوق الأمريكية وبورصة أمريكا التي توجد بنيويورك وتسمى بورصة وول ستريت ستجدون أصدقائي لائحة طويلة هناك شركة مايكروسوفت شركة أبل انتل جونسون اند جونسون ماستا كارت الاتش بي فيزا كارت كوكاكولا بيبسي جنيرال موتورس ستجدون جميع الشركات العالمية المشهورة والمعروفة كثير من الناس يستطمرون أيضا بشكل كبير بالشركات الأمريكية إذا رغبتم أن تبحثوا مثلا على شركة وترون سهمها تذهبون فقط إلى جوجل وبجوجل تكتبون مثلا الشركة مثلا شركة أمازون تكتبون فقط أمازون وتكتبون أكتسية وتأتيكم هنا غالبا بجوجل يظهر لكم 8 الأكتسية السهم هذا لليوم الواحد فوصل الآن السهم إلى 88 يورو يعني سهم شركة أمازون هو 88 يورو ومن اشترى مثلا ب88 يورو يصبح عنده يصبح جزء من هذه الشركة لنرى كيف كان السهم قبل خمسة أيام هكذا ترون كيف كان السهم يعني نزل كان 88 وبعد ذلك نزل إلى 85 يورو قبل ستة أشهر كما تلاحظون هناك انخفاض كبير بالسهم يعني السهم كان 134 يورو لذلك يجب أن تنتبهوا بالبرصة فمرات البرصة لذلك يعني هناك ناس مثلا اشتروا قبل ستة أشهر هذا السهم ب134 يورو والآن انخفضت قيمته بشكل كبير ووصل فقط 88 يورو لكن من اشترى السهم قبل خمسة سنوات مثلا شخص اشترى سهما في سنة 2018 كان تمانه فقط 63 يورو والآن أصبح تمانه 88 يورو يعني هذا الشخص سهمه زاد بالأرباح أو إذا شخص مثلا وصل هذا السهم سنة 2021 إلى 165 يورو يعني تخيلوا معي شخص استطمار مثلا بسهم أو عشرة أسهم وبعد ذلك باعهم بمبلغ كبير لاحظوا إذا شخص كان استطمر قبل عشرة سنوات أو استطمر سنة 2002 كان السهم يعمل فقط 93 سنة 2006 كان السهم يعمل فقط 2 يورو يعني من اشترى في ذاك الوقت فقط بمئة يورو اشترى مثلا عشرة أسهم أو عشرين سهما أو ألف يورو استطمرها فأنتم تظنون الآن بعد زمن طويل كيف أصبحت قيمة المال يعني السوق طالع وهابط من يشتري في الوقت الخطأ يخسر من يشتري في الوقت الصح يكسب أصدقائي الآن لنرجع إلى البخيزمونتاتسيون الخاصة بنا لنتمم الدرس تعرفنا الآن على بعض الشركات الموجودة بالسوق لذلك عند الاستطمار ضروري المتابعة الأخبار السياسية الأخبار الاقتصادية وأخبار الشركات هذا دائما ضروري الأخبار السياسية تؤثر على الشركات الأخبار الاقتصادية تؤثر على الشركات وأيضا أخبار الشركات هذا ضروري دائما تابعوا الأخبار الاقتصاد مرتبط كله بالسياسة انتبهوا أيضا لأن هناك شركات ما صابت على الناس وخدعت الناس وقامت بالتزوير لأوراقها والتزوير للبيلنس الخاص بها والبوخ هالتونغ المحاسبة الخاصة بها من أشهر الشركات النصابة بهذا المجال هي شركة وايا كارت شركة وايا كارت أصدقائي بدأت هذا هو رئيس الشركة وما زالت محاكمته مستمرة في ألمانيا هذه الشركة كانت تعمل بالتنسيق المالي يعني كسهيل البيع والشراء وهذا رئيس الشركة ورئيس الشركة الثاني راه ما زال فارا من العدالة ويبحثون عنه فقاموا بتزوير بأرباح الشركة ولدرجة أنهم حتى وصلوا إلى السياسيين يعني كانت هذه الشركة ألمانية كانت الحكومة الألمانية فيما سبق أيضا فخورة بنجاح هذه الشركة فأيضا الحكومة الألمانية كانت أيضا سقطت في هذا الفخ كما تلاحظون أصدقائي لاحظوا معي سهم الشركة سهم الشركة كان في 2018 تقريبا 100 يورو وبعد ذلك بدأت هذه الشركة بالنصب لنعمل هنا لاحظوا معي مثلا كثير من الناس لاحظوا معي شكل سهمها قبل خمسة قبل مثلا سنة 2000 و لنقول هناكم هذه السنة لحظة واحدة أصدقائي لأنه لم يعد هذا السهم متواجدا نعم يعني مثلا 2016 2017 2018 كانت سهمها هو خمسين يورو وبعد ذلك ارتفع السهم ب2018 ليصل 100 يورو وبعد ذلك الكل بدأ يتكلم على شركة وايا كارت استطمروا أموالكم فقام الألمان بوضع كل أموالهم من حوش 10 ألف يورو وضعها في هذا السهم من حوش 100 ألف يورو وضعها بهذا السهم المستشارين الماليين والبنوك إلى آخر الكل بدأ يقول للناس استطمروا في هذا السهم لذلك أقول لكم لا تصدقوا أحد صدقوا فقط نفسكم وما تقرؤون وما تحسون به فالناس بدأت تستطمر وتستطمر فارتفع السهم إلى 200 يورو تقريبا الكل بدأ يقول شركة وايا كارت هي الشركة الأربح فوضعوا أموالهم وأموالهم سقط السهم مجددا ورجع وارتفع مجددا وبعد ذلك سقط تلك السقطة لصفر يورو فتخيلوا معي واحد وضع 50 ألف يورو 100 ألف يورو 200 ألف يورو هناك من وضع مليون يورو في سهم فشل بعد ليلة وضحاها انخفض السهم وسقط السهم على الأرض وأيضا أصدقائي خسر الشخص كل شيء وهربوا أصدقائي وهذا ألقوا عليه القبض وما زال يحاكم الآن في المحاكم الألمانية فحداري دائما من الشركات النصابة أصدقائي ولا تصدقوا أي شيء صدقوا دائما نفسكم وقرأوا اقرأوا اقرأوا وتعبوا بالقراءة وبالبحث لذلك عملت لكم هذه الدروس كي تفهموا ما يوجد بالسوق ولا تصدقوا أي شيء أيضا انظروا إلى مدير الشركات هل مدير الشركة مثلا يتدخل بالسياسة إذا مدير شركة يتدخل بالسياسة انظروا أين يعيش مدير هذه الشركة هل يعيش في أوروبا هل يعيش في أمريكا هل يعيش في الصين إلى آخره لأنه ممكن أن مدير شركة إذا تدخل في السياسة ممكن أن يحطموه إذا كان رأيه مخالفا لرأي السياسيين خيروا دليل على ذلك سنأخذ الآن بطبيعة الحال مثال لأني أعددت لكم كل شيء أصدقائي مثال عن الصين عن الملياردين الصيني جاكما جاكما أصدقائي هو صاحب شركة ومؤسس شركة علي بابا علي بابا شركة معروفة من أكبر الشركات العالمية وهي تشبه إي بي وتشبه أمازون وأغلب الناس الذين يشترون بضائع من خارج ألمانيا يشترونها من شركة علي بابا وتأتي إلى ألمانيا سأشرح لكم كل هذا في فيديوهات قديمة استثمارية إن شاء الله سأعطيكم دروسا صراحة صادقة وفيها معلومات كبيرة كي تستفيدوا وتكونوا دائما دائما إذا وجدتم شيء أن تشكون أنا أريد دائما أن أدخل لكم الشك وأدخل لكم التساؤل أن تصبحوا دائما تتساءلون هل صحيح ما يقول هذا؟ هل يريد فقط أن ينصب عليه؟ هل يخاطر هذا المدير بكلامه؟ هل كدك دائما تدخلون الشك وتعملون لها مليون ألف حسبة لذلك أعمل لكم هذا الفيديو جاكما المليار دير الكبير ومؤسس شركة علي بابا وكانت شركة علي بابا ستغزو العالم أكتر وأكتر بدأ يتدخل بالأمور السياسية بالنظام الصيني وأدى هذا الأمر إلى سقوط الشركة واختفائه لدرجة أنه اختفى في الصين اختفى لم يعودوا يعرفون له أطر لأنه تدخل وتكلم على الحكومة الصينية وتكلم على رئيس الصين فاختفى له الأطر فبدأت الشركة تنزل وتنزل وبعد ذلك لحد الساعة أجبروه وضغطوا عليه كي يتخلى على رئاسة الشركة ويتخلى على أمور كثيرة فلذلك يجب دائما أن تنظروه هل هذا الشخص يتدخل بالأمور السياسية أم لا مثلا لنرى هنا ونبحث على شركة علي بابا نكتب هنا بجوجل علي بابا علي بابا أكتر وترون كيف كانت الشركة وكيف انهارت قبل خمسة سنوات الشركة كانت منذ بدايتها وهي شركة واعدة من آمن بهذه الشركة في 2016 كان اشترى الساهم فقط ب66 يعني لاحظوا أنها رجعت إلى مستوى 2016 رجعت إلى بدايتها هنا كانت بداية الشركة لاحظوا معي التطور الكبير للشركة هنا كان لا يتدخل بشي سياسة كان مهتما بشغله وبناء الشركة وصل الساهم ب2018 إلى 174 يورو على ناس كوتور تستطمرون وتتق فيه في سنة 2020 بالشهر العاشر وصل ساهم الشركة إلى 254 يورو دروة وهنا بدأ يتدخل بالسياسة وعندما بدأ يتدخل بالسياسة أحس بعض المستطمرون وقالوا لا 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 هذا بدأ يتدخل بالسياسة هذا عايش في الصين هذا أبيع فبدأ المستطمرون الأدكية الذين واخدين الأمور بجدية بدأوا يبيعون السهم باعوا بأرباح اشتروا مثلا سهم بـ 88 يورو اشتروا شيء 100 سهم أو 500 سهم 10 ألف يورو 1000 يورو كده وكده وصل السهم إلى 254 يورو هم كانوا اشتروا فقط بـ 80 يورو 254 الأرباح كبيرة باعوا الأسهم وتركوا الناس الذين لا يتابعون الأخبار ولا يتابعون شيء بالسياسة ولا يتابعون رئيس الشركة التي مستتميرين فيها فبعد ذلك ألقي القبض عليه وبدأت الناس تخسر وتخسر 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 فمن اشترى هنا في هذا المنطقة العالية أصبح الآن خسر كل أموال يعني من وضع في ذاك الوقت 1000 يورو أو 10 ألف يورو أو 50 ألف يورو واشترى في سنة 2020 ولم يتابع السياسة تلك العشرة آلاف يورو أصبحت الآن 500 يورو أصبحت الآن 1000 يورو خسارة ناس ضمرت لذلك تابعوا دائما الأخبار السياسية أيضا من المستثمرين الواعدين الكبار أيضا هو إيلون ماسك هو صاحب شركة تيسلا المشهورة صاحب شركة سبيس إكس الفضائية وأيضا من مؤسسي مؤسسي بايبال كان هو أيضا من مؤسسي بايبال وأيضا من مؤسسي شات جي بي تي الذي يوجد الآن يعني هذا إلى آخره وأخيرا ومؤخرا اشترى أيضا تويتا لكن مشكلته أنه يتكلم بالسياسة يتكلم كثيرا بالسياسة أيضا تدخل أيضا في البداية عنده أقمار استناعية أصدقائي وساعد بها الجيش الأوكراني فأيضا الروس سحب أموالهم من استثماراته بعد ذلك كان يدعم حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحالية بعد ذلك اشترى تويتر وبدأ يدعم الرئيس السابق دونالد ترامب وبدأ يتدخل بالسياسة وهذا ما أدى إلى أنه ساهم تيسلا لأنه يتدخل بالسياسة بدأ ينخفض فهو ذار بالأمر فبدأ شيئا ما وشئا ما يبتعد عن السياسة لنرى تدخل السياسة كيف يكون مثلا نذهب إلى تيسلا لأنه هو داخل بتيسلا كما تلاحظون تيسلا الآن 185 يورو تيسلا هي شركة صناعة السيارات الكهربائية شركة واعدة وعندها مستقبل كبير إذا لا يتدخل بالسياسة كثيرا لاحظوا معي من كان وثق بهذه الشركة سنة 2019 كان السهم يعمل فقط 13 يورو بعد ذلك وصل إلى دروته ووصبح 300 يورو وكلما تدخل بالسياسة ينضرب يضرب لأنه من اشترى السهم ب317 يورو ودخل بالسياسة خسر ووصل الآن سهمه هو 185 يورو يعني الناس الذين اشتروا بالقمة الآن خسرين كثير فهذه هي مشكلة التدخل بالسياسة أصدقائي نمر ونرجع الآن إلى بخيزونتاتسيون الخاصة بنا أصدقائي شركات أيضا تستفيد من ظروف سياسية أو ظروف صحية هذا يجب أيضا أن تنتبهوا له وتكونوا دائما يعني تفهمون بهذا الموضوع يعني مثلا سأعطيكم هنا مثالا على شركة استفادت كثيرا مثلا شركة اللقاحات بايونتك كيف ذلك لنرى شركة بايونتك عندما ابتدأت كورونا الآن سهم شركة بايونتك هو 123 يورو لكن تلاحظون قبل بداية كورونا كان سهمها هو 85 يورو وعندما ابتدأت كورونا هنا قبل كورونا كما تلاحظون هنا نعمل من هنا كان سهمها هو 100 بعد إلى آخره فجاءت كورونا فعندما صنعت الشركة اللقاح هناك ناس بدأوا يقرؤون بالجرائد فقرأوا شركة بايونتك تعمل الآن بحثا للبحث عن لقاح كورونا فاشتروا السهم واستطمروا في هذه الشركة وجد اللقاح فارتفع السهم وأصبح السهم 318 يورو وباعوا السهم طلعوا بالأربح وهناك ناس انتظروا إلى أن أصبح السهم 318 واشتروه غاليا وانخفض السهم وأصبح السهم فلذلك يجب دائما أن تعرفوا متى تدخلون إلى البورصة ومتى تستفيدون ومتى تخرجون أصدقائي لذلك أعطيكم هذه الدروس كي تفهموا أمورا كثيرة كي لا تشترون في فترة الغلاء وكي تشترون دائما في الفترة التي يكون فيها الأمر الرخيص إذن هناك شركات دائما تستفيد من الظروف السياسية هناك شركات تتأثر بالظروف السياسية مثلا شركات السياحية تأثرت كثيرا في فترة كورونا من عنده شركة مثلا توي أو الشركات الأصفار إلى آخره شركات الطيران لوفتنزا إلى آخره تأثرت كثيرا يمكنكم أيضا أن تبحثوا في جوجل كيف تأثرت الشركة وعندما ينزل السهم أنتم أيضا تبحثون وتعرفون الأسباب دائما استطمروا على المدى البعيد لأنه على المدى البعيد هو المربح هناك ناس يستطمرون على المدى القصير مثلا لساعة أو ساعتين يعملون تريدين تريدين خطير أو ساعة ساعتين أو يوم يومين هذا سيعمل لكم مشاكل بخصوص الضرائب فمن يشتري أسهما ولا يحتفظ بها مدة طويلة ويبيعها في مدة قصيرة يجب أن تدفعوا ضرائب الأرباح وتبلغوا فينانس أمت لكن من يشتري على المدى البعيد مثلا الواحد يشتري ويقول أنا على خمسة سنوات على عشرة سنوات على خمستاشر سنة هذا دائما تكون أرباحه جيدة في بعض الأحيان إذا لم يتغير السوق أو حتى تغير السوق سأعطيكم مثالا لنرجع إلى أمتي لاتينا مثلا سنذهب مثلا إلى أبل مثلا شركة أبل التي تصنع آيفون أي ماكس إلى آخره كما تلاحظون حاليا ساهم شركة أبل هو 140 يورو لكن لنرى كيف منذ بداية لماذا المدى البعيد لاحظوا معي عند اللوك من كان استطمر سنة 2002 بشركة أبل كان السهم يعمل فقط 50 سنت 26 سنت من استطمر بـ 2005 84 سنت تخيلوا معي شخص اشترى 100 من أسهم أبل هل تعرفون الآن كم ستصبح عنده من أموال شخص مثلا شترى ألف لأن السهم يعمل 76 سنت شترى مثلا ألف هل تعرفون الآن كم من أرباح وصل وهل تلاحظون لاحظتم معي ميزة الاستطمار على المدى البعيد لكن انتبهوا دائما بخصوص ميزة الاستطمار على المدى البعيد بحدد فقط على الشركات التي أنتم تؤمنون بها والتي أنتم تظنون بأن هذه الشركة ستبقى أيضا من هنا لـ 20 سنة والشركات التي أنتم أيضا تؤمنون بأنها ستكون شركة ذات مصداقية وسوف تتطور مع الزمن إذا مثلا قلتم أريد أنا شركة سيارة ميرسيدس لنرى ميرسيدس وتطورها نعمل ماكسيمال لاحظتم بأن بعض الشركات مرات لا ينفع معها الاستطمار على المدى البعيد فمثلا إذا شخص كان قد يشترى السهم في 1998 كانت قيمته تقريبا 73 يورو بقيمة المارك الألماني وحاليا لم يتطور السهم لأن هذا ما يجب عليكم يجب أنتم أن تفكروا كيف سيكون لذلك أقول لكم دائما اقرأوا كيف سيكون الزمن بعد 20 سنة هل هذه الشركة ستمر إلى التكنولوجيا هل هذه الشركة ستعمل شيء لأننا نعرف بأن الزمن المستقبلي بعد 10 سنوات أو 20 سنة سيصبح كل رقم يعتمد على التكنولوجيا الرقمية على الطاقة النظيفة على كده على كده على كده فليس دائما الاستطمار على المدى البعيد ناجح الاستطمار على المدى البعيد يكون ناجحا إذا الشركة تؤمنون أنه سيكون عندها مستقبل الناس ستحتاج هذا الأمر لندب مثلا إلى شركة مايكروسوفت شركة مايكروسوفت الأمريكية شهيرة بصناعة الكمبيوتر لاحظتم معي من استطمر فيها في 1998 كان سهمها هو 122 وهناك ناس يستنوا 10 سنوات وانخفض لاحظوا معي يعني مرات تأتي أيضا الانخفاض لاحظوا هنا من اشترى مثلا هنا ناس يستطمروا سنة 1999 واشتروا ب158 يورو وبعد ذلك جاءت البلازة دوت كوم بلازة سأحكي لكم يعني انغيار مجال التكنولوجيا هنا انهارت شركات التكنولوجيا والناس خسر يعني تخيلوا معي واحد شارب 158 يورو 10 أسهم أو 20 سهما و10 سنوات 15 سنة وهو بالأرض فهنا من باع هنا من خسر هنا من خرج لكن من ظل عنده نفس طويل وآمن بشركة مايكروسوفت شركة مايكروسوفت رئيسها هو بيلغيت وظن بانه بيلغيت سيجلب الربح للشركة وسيطور الشركة فقد طورها بالفعل ووصل الى القمة في سنة 2021 بـ 300 يورو للسهم يعني تلاحظون من بدأ في هاد المرحلة كسب من بدأ في هاد المرحلة ممكن خرج مع الذين خرجوا في هاد السنوات فلذلك اي ضمانة عندنا بانه شركة مايكروسوفت ستبقى على المدى البعيد هل ابناؤنا والبشرية بعض عشرة سنوات ستحتاجوا الى شركة مايكروسوفت كيف يمكن ان تتجه شركة مايكروسوفت من سوف يسير شركة مايكروسوفت وهذا ما يجب ان تعملوا عليه ايضا هو التفكير دائما بالمدى البعيد ولا تفكروا بالمدى القصير فقط لنرجع الى بخيزونتاتيون الخاصة بنا من لا يرغب بالاستثمار بالاسهم مباشرة يمكنه ان يستطمر بـ ETF وهي صناديق الاستثمار المتداولة وهي ينصح بها كثيرا للمبتدئين للمبتدئين هي اقل خطورة من الاسهم ETF وهو صندوق هذا الصندوق يتواجد فيه مثلا 500 شركة في مجال تكنولوجيا 500 اكبر شركة في العالم 5 بيئة فهذا ايضا جيد جدا لمن ليست عنده خبرة ان يدخل احسن الى ETF لانه ETF سوف مثلا حتى اذا افلست شركة او كانت هناك شركة نصابة او مثلا صندوق فيه 100 شركة اذا 10 شركات نزلت تبقى 90 شركة مسكدك الصندوق وبذلك لا ينهار مجال ETF بسرعة كل ETF يضم عدد كبير من الشركات وهكذا اذا نزلت اسهم تبقى اسهم اخرى بالصندوق مرتفعة لنتعرف على بعض صندوق ETF اشهر موقع للتعرف على ال ETF هو هذا الموقع اصدقائي هذا الموقع اسمه Just ETF كما تلاحظون Just ETF هذا يعتبر من اشهر لحظة واحدة كي ترون الاسم نعم Just ETF هذا موقع تجدون فيه كل ETF الموجود هنا تجدون اكبر ETF كما تلاحظون يمكنكم الاستثمار مثلا في اي تشير سكور S&P 500 يعني 500 هذا بخصوص اكبر 500 شركة امريكية دخلة في هذا الصندوق يمكنكم الاستثمار فيه هنا تحصلون على المعلومات تحصلون على قيم القيمة الى اخير على الارباح كيف هل كانت ارباح هل كانت خسائر نحن الان في زمن شيئا ما صعب هو زمن الحروب واي ممكن اين يمكنكم الدخول الى هذا الETF هناك ايضا ETF خاص بشركات التكنولوجيا هناك ETF لأكبر شركات العالم وسوف اعمل لكم ايضا فيديوهات كثيرة على ETF هناك ETF للشركات التكنولوجيا يمكنكم ان تقرأوا كثيرا انا انصحكم اذا رغبتم بالدخول الى البورصة ان تركزوا ايضا على ETF لانه ETF اصدقائي ان تنوعوا اعملوا مثلا 50% من استثماركم ETF و50% مثلا اسهم او اعملوا 70% ETF 30% اسهم او اعملوا فقط الاسهم يعني اعملوا الشيء الذي انتم ترونه يمكن ان يكون ناجحا بالنسبة لكم ساعمل لكم فيديوهات كثيرة لأعرفكم ايضا على ETF اصدقائي وهو ما ينصح به في البداية هناك ايضا تداول بسوق العمولات والعملة الرقمية او الدهب او السندات المالية الدخول الى البورصة يكون عن طريق مستشار مالي لكن انتبهوا المستشار المالي يجب ان تبحث على مستشار مالي معترف بي عنده تصريح عنده ايضا سيرة ذاتية جيدة لا يكون نصابا الى اخره وتابع مثلا معروف في المانيا وعنده سجل مسجل بالمانيا وعنده سجل بالمحكمة ويدفع ضرائب وعنده سجل ضرائب وعنده خبرة بهذا المجال وسيطلب منكم ايضا ارباح يمكنكم ايضا ان تفتحوا حساب تداول بالبورصة من احد البنوك الالمانية يسمى ديبوت يعني اي بنك من البنوك يمكنكم فيها ان تفتحوا صراحة وتدخلوا فيها الى البورصة فقط انتبهوا الى الامر الخاص بكم سيكلفكم كم سيقتطعون منكم اذا اشتريتم مثلا سهما كم ستدفعون على ذاك السهم اذا اشتريتم مثلا ETF كم ستدفعون على ذاك الـ ETF كيف تكون البيع كيف يكون الشراء الى اخر فالامر الخاص بالبنك يكون غاليا كثيرا لانه اذا اشتريتم سهما مثلا عن طريق البنك البنك سيأخذ منكم جزءا اذا بعتم سهم البنك سيأخذ منكم جزءا اضافة اذا بعتم ستنقطع منكم الضرائب سيقطع منكم الضرائب اضافة ايضا الى عمولة البنك فممكن اربحكم تبقى صغيرة انتبهوا وبحثوا على هذا الامر وسنعمل فيديوهات متعددة هذه السنة كما قلت لكم هناك مثلا شباركاس شباركاس ايضا عندها تعطي لكم موقع اونلاين على ممكن انتفتحوا عند شباركاس ومن شباركاس يفتحون لكم مجال الى البورصة لكن اسألوهم كم سوف يكلفكم هذا الامر يمكنكم ايضا انتفتحوا عن طريق تارجوبانك ديبوت واند ذات بابير لكن اسألوهم كم سوف يكلفكم ايضا هذا البيع والشيراء الى اخره ممكن انتفتحوا عن طريق دوتشوبانك اسألوهم يكلفكم هذا الامر يمكنكم ان تفتحوا ايضا عن طريق كوماتس بانك تسألونهم كم سوف يكلفكم هذا الامر يمكنكم ان تفتحوا عن طريق بانك اخر يسمى كوم ديغيكت لكن يجب ايضا ان تسألوا كم سوف يكلفكم الامر يعني الدخول الى مجال البورصة يمكنكم عن طريق البانك الخاص بكم انتم تبحثون انتم تسألون أنتم لا تتصرعون والآن فقط خذوا هذه فقط أفكار هذه فقط أفكار الآن لا تتصرعوا أرجوكم جزاكم الله خيرا لا تتصرعوا لا تتصرع خذ لك شهر خذ لك شهرين خذ لك سنة من العلم وجمع المعرفة والمعلومات وبعد ذلك اعمل أو يمكنكم بالنسبة لمن ليست عندهم تجربة كبيرة ويرغبون في البداية فقط أن لا يدفعوا كثيرا عندما يشترون سهما أن على الأكثر يدفعوا مثلا يورو لو اشتروا عشرة أسهم يدفعون فقط يورو أو إذا باعوا يدفعون أيضا يورو أو 2 يورو يعني نسبة بسيطة أن يذهبوا إلى بغوكا بغوكا هي تطبيقات عملت بهذا المجال معترف بها في ألمانيا وعندها أيضا تصريح في ألمانيا ومصرح لها في ألمانيا وينصح بها في البداية لمن ليست عنده خبرة ويمكن أن يستثمر فيها الشخص عن طريق 10 يورو عن طريق 25 يورو بشهريا مثلا أو مرة فقط أو يشتري سهما واحدا أو يشتري أسهم دون أن يعمل خسارة كبيرة هذا البغوكا أصدقائي سأريكم 2 من الأشهر في ألمانيا هذا البغوكا فوائدها أصدقائي أنها يمكن أيضا أن تشتروا مثلا مايكروسوفت شفنا بأنه مايكروسوفت سهم واحد هو 100 يورو تقريبا أنتم ليست عندكم 100 يورو ممكن أن تشترون فقط ربع السهم والشهر الثاني ربع السهم والشهر الثالث ربع السهم والشهر الرابع ربع السهم إلى آخر فهكذا ما تصبح عندكم سهم يعني يمكنكم حتى لو كان السهم يعمل مثلا 100 يورو أنتم ليست عندكم 100 يورو يمكن أن تدفعوا في البداية فقط 10 يورو أن تدفعوا 20 يورو وهكذا ينموش في الفيديوهات المقبلة سأريكم هذا فقط درس تطبيقي لإعطاءكم تقافة عامة ما يوجد أصلا وكيف يمكن العمل وسوف أشرح لكم إن شاء الله كل شيء سأعطيكم أشهر البروكة الموجودة حاليا في ألمانيا وفيما بعد سأعطيكم أيضا كيف تعمل ودروس نظرية أشهر بروكة يوجد حاليا هما اثنين أول بروكة هو هذا اسمه تريد ريبابلك تريد ريبابلك مشهور يمكنكم أيضا معروف كثير في ألمانيا يمكنكم أيضا التسجيل فيه عن طريق البيت وأيضا أن تفتحوا بروكة لكن التسجيل فيه مثل هذا البروكة سيطلبون منكم أيضا الهوية سيطلبون منكم أن تعملون فيديو الخاص بكي يعرفونكم يعني كأنك تفتح بموقع بالبنك لكن لا تتصرعوا الآن لا تفتحوا شيئا انتظروا الفيديوهات المقبلة خدوا معلومات أصدقائي يعني الناس المبتدئين كثير من الألمان معه في تراد ريبابلك أو كثير من الألمان أيضا في هذا اسمه سكالابل كابيتال هو أيضا مشهور جدا وهو مثل تراد ريبابلك يمكنكم أن تفتحوا وتستثمرون بالأكتسين اتف الفونش بار بلينة إلى آخر يعني هو يشبه تراد ريبابلك الذي ممكن أن تعملوا فيه كذا كذا مرات يعملون حتى قبور قليلة إلى 100 ألف يورو لو مثلا الشركة عملت إنزولفانس يعني أفلست إلى آخره يعني الشركتين كلها مضمونة إلى 100 ألف يورو كما يقولون أصدقائي لا نعلم دائما انظروا إلى الأمور الخاصة إذن الآن عرفتم كيف يمكنكم شير السندات البنكية إلى آخره سأعمل لكم فيديوهات كثيرة سأشرح لكم أيضا كيف تدخلون وكيف تستثمرون في هذه الأمور وأشرح لكم كيف تعمل هذه التطبيقات مثل تطبيق ترد ريبابليكا وتطريق التطبيق الآخر إلى آخره لأن هذه هي التي يمكن أن تبدأوا فيها في البداية بعدما تأخذون قصة كبيرة من العلم والمعرفة لا تستثمروا في البداية أكثر من 25 يورو أو 50 يورو أرجوكم لا تحاولوا أن تغامروا بأموالكم وتحرقوها خصوصا إذا ليست عندكم خبرة انتظروا 3 أشهر 6 أشهر قرأوا كتب تابعوا فيديوهات تعليمية سأعمل لكم أنا أيضا فيديوهات وبعد ذلك بعد 6 أشهر من العلم والمعرفة أو بعد سنة من العلم والمعرفة تدخلون وتبدأون بمبلغ صغير ليس الآن اقرأوا كثير من الكتب المالية اتابعوا الأخبار الاقتصادية وتابعوا فيديوهات الاقتصاد حداري من الطمع حداري أن يعيدكم أحد بأرباح كبيرة حداري أن تطمعون بشركة لقد شاهدنا بهذا الدرس الشركة شركة وايا كارت التي جعلت الناس تطمع بالأرباح وبعد ذلك انهرت وسقطت حداري من المواقع التي تعطيكم طمع كبير إلى آخره الأمر خطير جدا والطمع خطير جدا لا تغامروا بأموالكم واستتمروا فقط ما لا تحتاجونه من أموال في حياتكم اليومية أو الشهرية أو على مدى عشرة سنوات مثلا من يعمل ومرتبه صغير وتلك الخمسة وعشرين يورو ستضره إذا استطمرها لا تستطمرها جزاك الله خيرا عش بتلك الأموال خد الآن فقط تقافة عامة لو عندك مئة يورو أو عندك خمسمائة يورو لا تستطمرها إذا كنت ممكن تحتاجها بعد سنة أو سنتين غيرت بيت تحتاج إلى سيارة ترغب بشراء شيء اشتري الشيء الذي تحتاجه ولا تغامر بتلك الخمسمائة يورو أو تلك الألف يورو أو تلك العشرة آلاف يورو التي حوشتها في البورصة استطمروا فقط الأموال التي لا تحتاجونها مثلا عندكم مئة يورو تلك المئة يورو لو ضاعت لن ليست مثلا لن تضعكم في أزمة استطمروها إذا عندك عشرة يورو تلك العشرة يورو حتى لو راحت ليس هناك مشكلة لكن لا تستطمروا أبدا 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 أي مال يمكنكم أن تحتاجونه بالعشر سنوات المقبلة إذا دخلتم إلى البورصة مرات صعب أن تبيعوا الأسهم وتخرجون من البورصة وتضيعوا لكم أموالكم أبدا استطمروا فقط ما لا تحتاجونه للعشرة سنوات إذا ليس عندكم أيضا ليس عيبا الواحد يأخذ الآن معلومة ويحوش كل شهر خمسة يورو خمسة يورو خمسة يورو وبعد ذلك ستكبر وبعد الستة أشهر تكون عندكم مئة يورو تبدأون بها بجمع الاستثمار لا تأخذوا قرضا من البنك لا تأخذوا قرضا من الناس كي تستطمروا في البورصة أتوسل إليكم أرجوكم هناك من كان يذهب ويأخذ قرض خمسمائة يورو من يتسلف عشرة آلاف يورو ويضم بأنه إذا وضع خمسمائة يورو أو مئة يورو في البورصة ستصبح كثيرة لاحظنا أمثلة بأنه البورصة تنهار ولا تستطيعون تسديد ذاك القرض إلى آخر فستدخلون في مشاكل أرجوكم لا تستثمروا لا تأخذوا قرضا ماليا إذا ليس عندكم الآن مال للاستثمار فقد كسبتم بعض الأفكار وكسبتم معرفة اعملوا خطة لإيجاد عمل جديد أو إضافي أو توفير كل شهر خمسة أو عشر أو خمسة وعشرين يورو على حسب طاقتكم واخذوا المعلومات والمعرفة للمستقبل لا تكون عندكم تقة كبيرة بأي شركة راقبوا ومنحوا الشركة بطبيعة الحال فرصة إذا نزل السهم يمكن أن يرتفع لكن إذا لاحظتم بأنه الشركة تخسر تخسر وفأخرجوا من تلك الشركة ورقبوا رئيس الشركة هل يتدخل بالسياسة هل يتدخل بأمور يمكن أن تؤدي الناس اعلموا بأن شراء خصوصا بيع الأسهم يجب الواحد أن يدفع عليه ضرائب فإذا اشتريتم على طريق البنك أو اشتريتم عن طريق البروكة التي أخبرتكم سيتم اقتطاع الضرائب منها إذا لم يقتطع منها الضرائب يجب عليكم إذا عملتم أرباح مثلا اشتريتم بـ 25 يورو وأصبح السهم مثلا هو 70 يورو أو 100 يورو أو كذا وكذا أو 1000 يورو وبيعتم بالربح هذا كله سوف يقتطع منه الضرائب لذلك بعد البيع انظروا إلى الفاتورة هل اقتطعت الضرائب ويجب أن الأرباح بطبيعة الحال تسجل بالدولة أصدقائي من على السوسيال أو على الجوب سنتر لا يسمح له بامتلاك الأسهم أصدقائي فيجب عليكم في البداية أن تعملوا لأنه عندما تتسجلون في السوسيال أو إذا تحصلون على مساعدة سوسيال أو من يحصل على مساعدة جوب سنتر فامتلاك الأسهم يجب الإخبار به عند الجوب سنتر لذلك لا يسمح يجب في البداية أن تعملوا وعندما تعملون يمكنكم الاستثمار والدخول إلى مجال البورصة استشيروا الخبراء الماليين الموتوقين المعتمدين اللي عندهم اللي عندهم تسجيل ضريب اللي عندهم شركة شركة معروفة في ألمانيا شاهدوا فيديوهات كثيرة عن هذا المجال شاهدوا الأخبار المالية اقرؤوا الكتب أصدقائي كتب كثيرة جدا جدا مرة أخرى استثمروا فقط ما لا تحتاجونه حاليا من أموال يمكن الخسارة أن تأتي في أي وقت حتى إذا حصلت خسارة لا تضعكم هذه الخسارة في مشكلة مالية أرجوكم جزاكم الله خيرا مرة أخرى تحويشة العمر ما تحتاجونه للحياة لا تستثمروه دائما حويشوا لحياتكم حويشوا لكباركم وفروا أموالكم بالبانك لكباركم استثمروا أيضا لكن استثمروا فقط جزء قليل لأنه ممكن داك الجزء الذي تستثمرون يرتفع ممكن داك الجزء أن ينخفض حتى إذا انخفض أو أفلست الشركة لا تحصل لكم مشكلة نهائيا إذا أعجبكم هذا الفيديو وترغبون بأن أعملكم فيديوات ودروس كثيرة بالبرصة اخبروني أصدقائي وإن شاء الله سيكون الخير وبالتوفيق إن شاء الله وكما قلت لكم هذا الدرس ليس استشارة مالية نهائيا وليس دعوة للاستثمار بالبرصة هذا الدرس هو تقافة عامة لمعرفة أخطار وأيضا فوائد الاستثمار بالبرصة وكل واحد يستطمر في أي مجال هو المسؤول في البداية والنهاية عن قراراته وعن نفسه فلا تتصرعوا بالاستثمار اجمعوا معلومات واسألوا المختصين وانتظروا شهر شهرين سنة سنتين البورصة لن تهرب البورصة لن تطير الاستثمارات لن تهرب لن تطير لكن هذه ستكون معلومات جميلة ومعلومات قوية ومعلومات رائعة لكم في البداية كي تفهموا هذا المجال وتعرفوا ما يوجد أصلا وما هي فرص الاستثمار أصلا أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم إذا أعجبتكم هذه الفيديوهات أخبروني وسوف أكتر لكم أيضا من الفيديوهات الخاصة بهذا المجال أصدقائي نتمنى السلامة للجميع شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم